مرحبا برج الميزان أهلا بكم في القراءة العامل أعزائي هاي القراءة تصلاح حق الطالع والقمري وأيضا الشمسي أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج الميزان عزيز المتابع ولكن انت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا القراءة هالمرة رح تكون عاما ندور فيها إلى أغلب الجوانب خصوصا بخصوص الحياة العملية بشكل سريع وعام الحياة العاطفية وآخر القراءة رح نشوف شلي بتكون عندك المفاجأة نبتدي بجانب الأموار ونشوف يا برج الميزان شلي رح يكون عندك من تطورات الأموار أربع الخماسيات لما أشوف هذا الكرد أحس إن هذا الشهر ما رح يكون في الكثير من التطورات المالية مش لأنه أنت مقاعد تجتهد أو حياتك متوقفة لا ولكن لأنه أحس هنا برج الميزان أنت حطيت أموالك بداية من قبل هذا الشهر في أماكن ثانية فصرت ما تقدر تستخدمها فخلال هاي الشهر ما أتوقع أنه رح يكون عندك الكثير من التطورات المالية هذا الكرد يقول لك أنت محتاج أنك توفر كل فلس أو في كل جانب أنت استطيع أن توفر فيه تدخر لأن أمامك مصاريف رح تكون شوية غير متوقعة لم يحتاج من الحين توفر قرشك الأبيض لليوم الأسود أو على الأقل لليوم اللي رح تحتاجه فيه بسبب استثمار أو بسبب شيء معين أنت في بولك هذا الكرد يقول لك اتدخر خلي نشوف الحين في الوظيفة للمينكم عندهم وضائف شنو رح يكون التطوراتكم أوكي ستة الأقصان مزيد من النجاح والتطور يا برج الميزان أحسني أنه خلال من خلال عملك وفي فريق العمل لإنت حاليا تعمل معاه في الشغل رح يكون عندك مثل تميز في الفترة القادمة يعطونك مشروع يعطونك مهمة جديدة احتمال حتى يكون فيه كرام بينك وبين رئيسائك في العمل بخصوص تحسين وظيفتك تحسين راتبك تجديد عقدك أوكي رغبتهم منك رغبتهم أن أنت تبقى معهم ويطولون معاك الفترة توقيع أشوفي هنا أحسني توقيع عقود للي منكم ينتظر تجديد عقود وتحسين أيضا اشتراطاتها من ضمنها الراتب ولكن ما أدري ليش من بداية القراءة من هذا الكرد شوف تلك يا برج الميزان أحس أنه جدا مهم في الفترة الحالية أن تبدأ في الإدخار أنه رح يكون أمامك مشروع مهم حدث كبير تستفر من أجل المال في المكان الصحيح خلا تشوف المشاريع اللي منكم عنديهم مشاريع أو بيزنس أو يفكرون اللي يتحمل بيزنس ثلاث كرتات ما أخذها كرت واحد اوكي ميجو فوانس الغصن الصغير غصن المراهق رح يكون في أخبار عندك أو سيطك إذا عندك أوردي بيزنس يا برج الميزان وانت فتح فتح تصار لك فترة رح يبتدي يدي عصيط عملك يبتدي بين الناس ينعرف إن برج الميزان هذا عنده بيزنس ناجح تعاملوا معاه أوكي الآخرين يشجعون بعضهم البعض أنه يتعاملون معاه بخصوص البيزنس لكن تفكر في فتح مشروف لحد الآن ما فتح هذا الكرت يقول لك محتاج أنك تجمع معلومات أكثر قبل ما أنك تتحمس وتستثمر أموالك لأن هذا الكرت يشجعك على الحذر معلومات أكثر بحث أكثر تتعمق أكثر لأنه هذا الطاقة البيج ما تكون طاقة ناضجة مثل الملكة مثلا أو حتى الفارس خلا نشوف جانب الدراسة لبرج الميزان العاشقين في الفترة القادمة أمورك الدراسية رح تكون إن شاء الله على أحسن ما يرون أشوف هنا يا برج الميزان أنه في عندك شيء كان من فترة يشغلك كان مخلي أنك مقادرة تركز أمية بالأمية في الدراسة ممكن الحب ممكن أمور المادة ممكن مشاكل قاعدة تصير داخل البيت هو مو من الحياة بشكل عام كارت مخليتك مو قادرة تعطي أمية بالأمية للدراسة مع أنك موجود في تخصصة حبة ومبدع فيه بطبيعتك يعني حتى فهذا الكارت يقولك في الفترة القادمة رح تسهل عندك الأمور يقل الضوضاء في حياتك عشان تقدر تركز في دراستك والأمور رح تكون جميلة ومنيحة نفس الوقت خلا نشوف الباحثين عن عمل كارت برج القوس هذا الكارت دائما أحس النام لا تستعجل في قبول أي وظيفة أمامك لأن هذا الكارت يقول لي أن إذا قابلت وظيفة أنت مش مقتنع فيها ووقعت عقد بعدين رح تأتيك وظيفة تقول وين كانت عني أوكي رح تأتيك الوظيفة بعدين اللي تحبها أو اللي كنت تتمنىها لأن الوظيفة اللي تتمنىها وتحبها وبينتظرها رح شوي تأخذ وقت زيادة بس الوظيفة اللي رح تكون متوفرة أمامك في الوقت القريب ما رح تكون إه هي القريبة لقلبك والإه هي تتمنىها عرفت أنديك وظيفتين واحدة رح تأتيك بسرعة بس أنت مش هرت تكون مرتاح فيها ولكن اللي رح تتأخر عليك إه هي الأصلحة هل لنتوا في الحياة العطفية من شكل عام ما رح أحدد هل المفاصلين أو المرتبطين انزيل السؤال اللي يقول ما هو توفقت مع الشريك لشهر سبتمبر ملك السيو أربعة الأكوان شريكك رح يكون إذا عندك شريك أو منفصل عن شريكك في الفترة القادمة رح يكون دائما يتعذر بالشغالة أنت هنا في طاقة ملك السيو عارف أنه ما في مانع عشان أنت والشريك مثلا تسوون خطوة جديدة أوكي تتقربون من بعض تخطوون خطوة جديدة مع بعض أنت هنا في طاقة ملك السيو عارف إن المعلومات التي تحتاجها بس هو الشريك هنا قاعد إما يتلكك إما يتعذر إما يتهرب يصطنع المشاعر حتى هل الشريكك قاعد يصطنع المشاعر عشان مثلا لو أنت مرتبط فيه ما يروح معاك المكان الفلاني أو ما يعطيك الشي الفلاني لو أنت منفصلين عشان مثلا ما يأتي يرجع في حياتك مرة ثانية يعرف عليك الزواج أو الحو في عنده نوع من لا تأفقف الكسل أيضا شريكك كسول شريكك يحب إنه يماطل ويؤجل لحد ما تحط على رقبة السيف تتخيره إلى الأمام أو إلى الخلف تعطيه خيار هذا الشخص إذا ما حطيت السيف أمامه أوكي وطلت منه اتخاذ موقف واضح وما راح منه ومن نفسه أتوفي هنا خلال شهر سبتمبر يتخذ معاك موقف واضح أنزل خلا نشوف على في جانب الصحة يا برج الميزان اللي ما عنده شريك يعني العذاب منكم راح يسويكم إن شاء الله قراءة وصفات الشخص القادم في طريقه أمامه 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 مثلا كثيرا يتمرن أو كثيرا عندك شيء تطيل فيه الوقت ياخذ وقت طويل منك الجلسة أمام التلفاز الجلوس على الكرسي العمل المكتبي حتى أحرص أنه لا يسبب لك أي نوع من عند الأغنيسة في الأول أي نوع من مشاكل في الظاهر الإنحناء أوقات برج الميزان ممكن ينسى نفسه ينغمس جدا أثناء اللي عمل أو أثناء أي شيء قاعد يشتغل عليه كونه أب كونه أم ينسى نفسه فهني تعاني من مشاكل تخص الظاهر كون حذب أنه إن دائما تتغير وابعيتك تغير حركتك تجلس جلسة صحيحة هذا بخصوص النحية الصحية خلا نشوف الأمور القانونية إذا عندكم أي قضية متوقفة أو في النظام القضائي كرتين خلا نشوف بدنا كرت واحد بخصوص الأمور القانونية خلا نشوف خلا نشوف وخلا نشوف ولكن ما راح تعاوضك بشكل كامل عن الخسائر أو الاستثمار أو حتى التعب النفسي لأنت تعبته في هاي الموضوع نوع من التسوية نوع من التعويض ولكن مو كامل فيه نقص جزء من المسئولية راح تضطر أنت أن تعاوضها أنت أن تقبل خسارتها قبولك قبولك أنه مثلا لو كان لك نفرض لو كان لك عشرة آلاف دينار ضد أشخاص معينين في هني احتمال أنه راح تحصل 60-70-80% من المبلغ تسوية أو نجاح في القضية ولكن مو بشكل كامل أو مثلا حتى تخسر نوع من أوقات في قضايا المحكمة يعاوضونك عن أشياء كثيرة لما تأتي بالأدلة بس في أشياء معينة ما يعاوضونك عنها هاي نوع من الطاقة خلصنا من الأمور القانونية بنشوف الحيش شنو راح تكون أمامكم والطاقة التي تتحداكم خلال شهر سبتمبر طاقة الاستفزاز أو التحدي أدكشن الإدمان بالضبط نفس اللي حسيته هني بخصوص أمور الصحة في تغييرات جذرية أن تحتاج تسويها يا برج الميدان أحس أكثر شي هذا الشهر بخصوص روتينك اليومي في أشياء تهنين ما تقدر أنك تتخلص منها عندين جزء من طبيعة يومك مثلا جلوسك أمام التلفاز كثلك عملك المكتبي طبيعة عملك عملك فيه تضطر أن تحمل أشياء ثقيلة شي كذي رح يكون الصعوبة في هاي الشهر والامتحان لك أن شلون شي تعود عليه وإن كان مؤلم وإن كان يضرك ولكن أنت تعود عليه لفترة طويلة وشلون رح تقدر تغيره تبدل هاي الطاقة نزيل؟ تبدل مثلا تعودك أن أنت تنسى نفسك أمام شاشة الكمبيوتر أثناء العمل تنسى نفسك أثناء ما كذا كذا نسيانك لنفسك أن تكون دائما منتبه لجسدك زين ووضعيتك في الجلوس كيفية طريقة استخدامك لجسدك أحس هنا أن الأمور الجسدية هي اللي راح تكون تحدي أمامك خلال هذا الشهر في شي مضر لك وإن كان مضطر أنك تستمر في عمله خلا نشوف الطاقة اللي راح يتعاونك خلال هذا الشهر كارت واحد فقط خلال هذا الشهر أحتمال كبير أن أحد الأصدقاء أحد المعارف شخص مقرب منك يا برج النظام راح يكون مر بنفس التجربة بنفس طاقة التحدي أو بنفس حتى الصعاب أمامك خلال هاي شهر شخص جدا مقارب لك في العمر في تجارب الحياة في قصته في باكجراند ستوري حتى قصته من وين أتها وشلون كون نفسه وشلون تخطى هاي المصاعب اللي قاعدة تتحداك خلال هاي الشهر راح يكون في طريقك شخص جدا تقدر تستفيد من تجاربه لأن تجاربه قريبه من تجاربك وضعه حتى قريب من وضعك يعني إذا أنت منفصل أهو منفصل إذا أنت متزوج عندك لحد الآن مثلا بيبي واحد فهو أيضا متزوج هاي النوع من الطاقة تأتون من نفس البلد تعملون في نفس المكان أوكي هاجرتوا مع بعض في نفس الوقت شيء كذي مقاربة أوكي مقاربة مع الشخص راح يكون أحسى بالعادة مو صديقك ولكن خلال هذا الشهر راح تجمعكم القصة المشتركة ويفيدك في تجاربه هذا هي الطقس المعاونة خمسة الخماسيات أحسني أن أكثر شيء المفاجأة من أجل برج الميزان عزيزي برج الميزان خلال هذا الشهر راح يأتونك الكثير من الأشخاص حاملين القيل والقال القيل والقال عن أشخاص أنت تعرفهم أشخاص مقرب منهم أشخاص احتمال جديدين في حياتك هذا الشخص جديد في حياتك ابتديت معه صداقة بعدين تستفيدون من تجارب بعض راح يأتي شخص أو عدو أو بينكم يحاول أن يفرق يحاول أن يخرب بينكم يحاول أن يبحث التحالف مع الشخص اللي قتلك هنا راح يأتي بطريقك وساعدك على المرور أو الاستفادة من تجارب تجاربة راح يكون في بعض من هاي النوعية من هاي الأشخاص اللي يبقون وإن كانوا ما يقدرون يفيدونك المفاجأة أن في ناس يدعون أنهم يقدرون يساعدونك وما يقدرون يساعدونك ولكن في نفس الوقت يريدون أن يكونوا في حياتك وعندهم أسرارك ما يقدرون يفيدونك يريدون أن يبقون لمجرد البقاء لمجرد الفضول هذه هي المفاجأة الكثير من الفضوليين خلال هذا الشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة